ومعنا من جزيرة لبالما موفد العربية ليث بازاري أهلا بك يا ليث يعني فعليا ما هي أخر التحديثات لديك وهل هدأ البركان نعم رأوية صباح الخير لم يهدأ بركان كومبري فييخا أو القمة العجوز بل لا يتوقف عكس ذلك طبعا فقد زاد من قوته الانفجارية هذا ما أكد خباراء البراكيني الإسبان إذ أعلنوا أن الظروف الجوية ليست إيجابية على الإطلاق حيث تدهورت جودة الهواء في الساعات الأخيرة بسبب الرماد وثاني أكسيد الكبريت وتوقع انهيارات دلتا الحمام الناتج عن الانفجار البركاني هنا في جزيرة لابالما مسببة انبعاث غازات ساما وانفجارات وارتفاع كبير في حجم الأمواج في منطقة جزر الكناري على حسب طبعا لسان المتحدثة باسم نجد بيفولكا العلمية الإسبانية ماريا خوسي بلانكو يوم أمس الجمعة إذ حذر العلماء من أنه إذا استمر التقدم إلى أعماق أكبر في البحر أو في بحر دلتا الحمام البركاني أو الناتج عن الانفجار البركاني في لابالما فقد يحدث انهيار في جبهته يكون مصحوبا بإطلاق مفاجئ للغازات وانفجارات مائية وهذا قد يحدث قريبا للأسف لأن الحمام قد وصلت إلى أقصى خلينا نشوف خلفي إذا سمحت راوية الحمام تواصل تقدمها في هذه المنطقة بعد عشر أيام من التقدم البطيء خلال ليلة الثلاثاء الماضي تقدمت الحمام على طول كاريتيرا ديناكوستا بعد أن اشتاحت جبل تودوكي اللي نشوفه بالصورة مباشرة الآن مما جعل وصولها إلى البحر لا يمكن إيقافه لقد مر أكثر من أسبوع بقليل والعواقب لم تظهر بعد يعني هنا في جزر الكناري تباع كميات الرمال التي نشاهد في الشاشة هذه الرمال البركانية تباع عبر الإنترنت في مواقع محلية وإسبانية مقابل ليس ونحن نرى النشاط البركاني المتصاعد أخبرنا عن الحياة بالمناطق المجاورة عن النازحين الذين تم إجلاؤهم نعم يعني إلى جانب الخسائر المادية راوية هناك خسائر معنوية فالكثير من الذين فروا مثل ما نشوف في البيوت خلفي أو أمام البركان الذين فروا من حمم هذا البركان أو القمة القديمة تركوا خلفهم حيواناتهم الأليفة الغير معتادة على التأقلم والعيش في الطبيعة دون مساعدة الإنسان ما دفع مؤسسات إسبانية باستقبال تلك الحيوانات وإيوائهم وتقديم الطعام لهم وهناك أيضا حيوانات برية لا ننسى أن هذا متنزه وطني وهناك حيوانات برية تعيش في هذا المتنزه فروا بدورهم بسبب تدفق الحمم البركانية والقذف البركاني ما دفعهم إلى اللجوء إلى شوارع لبالما هربا من غضب الطبيعة وشاهدنا أيضا كثير من الحيوانات التي ذهبت أو هربت من هذا البركان إلى القرى يا ليب وصلت الفكرة سنكون معك بنشرات لاحقات شكرا جزيلا لك